نقش وكيل محافظة حضرموت المساعد لشؤون مديريات الوادي والسحراء المهندس هشام السعيدي الترتيبات المتعلقة بتنفيذ مشروع الانذار المبكر في مناطق وادي حضرموت المدعوم من منظمة اليونسكو واستعرض الوكيل مع مدير مكتب منظمة اليونسكو بدول الخليج واليمن المهندس محمد الجابري الإجراءات الخاصة بعملية دراسة وتحديد مواقع محطات الانذار المبكر لمراقبة توقعات تدفق السيول والفيضانات المحتملة وكيفية مواجهتها وإجراءات إنشاء محطة للتحكم والسيطرة وأنشطة تدريب وتأهيل العاملين في محطة الانذار المبكر وأكد السعيدي حرص السلطة المحلية تقديم كافة التسهيلات لإنجاح المشروع الذي يعتبر من المشاريع المهمة خلال المرحلة الحالية التي تشهد بلادنا تغيرات مناخية متعددة تتطلب أخضى الحيطة والحذر